بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنالكلم ان شاء الله المرة دي على الشبط الرقم 4 وشبط الرقم 4 بيتكلم على مقياس الرسم الاول هنعرف مقياس الرسم مقياس الرسم هو عبارة عن علاقة ما بين الطول في الرسم الى الطول الحي يعني لو خدت مسافة اسمها A, B و S لطول هذه المسافة على اللوحة او الخريطة وطلعت مثلا تساوي 3.5 سنتيمتر ده من سميت طول في الرسم لو جيت على الفيلد ودورت على المسافة A, B دهيت طولها D وطلعت تساوي مثلا 1350 متر ده معناها ان مقياس الرسم يساوي 3.5 سنتيمتر 1.5 سنتيمتر على 1350 متر بس دهيت بالمتر اروح ضريبها في مية يبدأ اسمه مقياس الرسم ومقياس الرسم قد يكون تكبير او تصغير يعني هنا انا صغرت قطعة الارض قطعة الارض اللي كان طولها 1350 متر انا اظهرتها على مقياس الرسم ب 3.5 سنتيمتر ممكن اعمل العكس او 1 الى 1000 او 1 الى 10.000 او 1 الى 10.000 اعمل الجرافكال فانا بصممه برسمه والجرافكال بينقسم الى نوعين اساسيين linear scale او مقياس رسم طولي او حطي ونوع يسمى ال grade scale او diagonal scale او net scale وده بالعربي بيسموه مقياس الرسم الشبكي استخدامات مقياس الرسم استخدامات عديدة جدا مفيش لوحة بتترسم بدون مقياس رسم ايا كانت حتى لو الطول في الرسم يساوي الطول الحقيقي فانا بكتب كده scale one to one مقياس الرسم واحد لا واحد يبقى مبدئيا مافيش حاجة اسمها مقياس رسم بدون اعاسف مافيش حاجة اسمها لوحة هندسية بدون مقياس رسم ده الشكل المتعرف عليه لل scale او المصدرة اللي حارتك بتشتريها من المكتبة عادي zero, one, two, three, four وهكذا هنا بيبقى العكس بياخد نفس المسافة دي ويقسمها الى عشر اقسام متساوية وبمبس طبعا ما بيكتبش عليها ودي بيبقى من 86 الى 84 يعني يقسمها الى او 46 الى 48 يعني واحدتين ده مقياس الرسم الهندسي اي المعماري بيسموه الاركتيتشار سكيل ايه قصته ده بقى؟ ده قصته ان هو بيجي يقسم الاسكيل الرئيسي سفر واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا ياخد المسافة سفر دي تيقسمها الى كل تلات تربع يعني مش كل واحدة كل تلات تربع واحدة يعمل شرط فده بنسميه الاركتيتشار سكيل او مقياس الرسم المعماري المترك سكيل مقياس الرسم المتري اللي كلنا بنستعمله المسطرة العادية 0 20 40 60 80 وهكذا وممكن دي تبقى عشرة حسب مقياس الرسم او حسب الجهة اللي حرتك بتجربها من البرزم ده المسطرة دي بتبقى عاملة زي البرزم كده